ماذا يدور في النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي سلم بإلغاء المباراة أو عدم خود المباراة؟ ولا لا؟ تعالوا نشوف مارس الكولر منح لعب النادي الاهلي راح سلبية من التدريبات اليوم في إطار البرنامج الموضوع للعبين بعد مباراة الداخلية الأخيرة بالدورة راحة للعب الاهلي اليوم ليس لها علاقة تماماً بتأجيل مباراة القمة من عدمها ولكنها تأتي وفقاً لقرار مارس الكولر بشأن برنامج الفريق قبل المباراة الاهلي من المقرر أن يستأنف تدريباته غداً الاثنين بشكل طبيعي ثم يدخل الفريق بعد المران معسكر مغلق استعداداً لمباراة القمة أمام نادي الزمالك مارس الكولر يعقد غداً اجتماع مع خالد بيبو مدير الكرة والجهاز المعاون للوقوف على مستجدات مباراة القمة وخالد بيبو نقل للمدرب السويسري رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الآلي بشأن التزام النادي بموعد المباراة أمام الزمالك وعدم التركيز مع ما يثار بشأن عدم إقامة المباراة أو رفض الزمالك خضها ترجمة نانسي قنقر